بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله بنتناول في هذا المقطع ما زلنا بنتكلم طبعا في نيوماتيك باور سوبلاي وبنتناول اللي هو الدبل أكشن الدبل أكشن سلينزر وهنشوف ما هو الفرق بينه وما بين السينجل أكشن في الدبل أكشن سلينزر هنا زي ما انت شايف ما أصبحش عندي مفيش هنا ايه مش موابود الاسبرينج وبيعتمد على ايه وبيعتمد على ان الـ Air هو ليه سوء اللي تمدخلين اتنين مدخل يدخل يبقى فيه قد عندي السلونود فالف المدخل لو الـ Pressurized Air يدخل في هذا الاتجاه يعمل Pressure على الـ Piston على الـ Piston يديني الـ Outward Stroke طبعا أنا عايزة أعمل الـ Return Stroke السلونود فالف يغير اتجاهه وبعمل خروج للـ Air في هذا الاتجاه عشان أعمل الـ Return Line ويعمل إذن أنا إيه استطعت بهذه الطريقة أن أنا أعكس اتجاه الحركة عشان أعمل إيه الـ Inward Stroke فتعالا نشوف كده هو يبدأ الـ Outward Stroke بمشي بالـ Pressurized Air ضغط وإيه الموشن في هذا الاتجاه طيب عايز أعكس اتجاه الحركة فجيت أدي الـ Return Stroke بقول إنه الـ Pressurized Air سلونود فالف غير الاتجاه ودخلنا هنا وعملنا الـ Inward Stroke طيب هنا أقدر أعمل Outward Stroke و Inward Stroke في ميزة حلوة جدا في هذا النوع اللي هو الـ Double Action Slender يبقى معناه أن أنا عندي Three Positions و Four Ports فالفالفل الذي قدامي أقدر أعمل به Three Position Position يدخل الهو من ناحية أهو طالع منها والـ Position الثاني ممكن كمان أن أنا أعمل Reverse أن أنا أخلي Pressure يجي من هذا الاتجاه يبقى إذا أخذ بالك بقى من نقطة مهمة جدا أن أنا أقدر أعمل Pressure في هذا الاتجاه نعم يعني المقصود أن الـ Inward Stroke والـ Outward Stroke أقدر أستغلهم الـ 2 في مشوارين أعمل شغلتين رايح وجاي وكمان أعمل Stroke الثالث أقدر أخذ مشوار ثالث لو إيه In Between أن أنا أعمل اللي هو إيه أخلي الفالفة بتاعي لو عند اللي هو إيه الـ Position اللي هو بلوكد يعني لو في إيه رايح من هنا وإيه رايح من هنا ده اللي هو إيه بنسميه اللي هو البستون In Holding Position يبقى كده أخذنا بيه المشوار الثالث أو أن أنا أقدر نعمل به Three Positions مختلفة تعال نشوف شكل Double Action Slender بنقول الـ Double Action Slender عندي فيه 2 اللي دا دي هوقنا الـ Air ممكن يدخل من هنا يبقى يدفع البستون في هذا الاتجاه والـ Air ممكن يدخل من هنا هيبقى إيه الـ Returnal Stroke يبقى فيه الـ Outward Stroke وفيه يستعملوا إيه نحن ناخد مشوار الثالث اللي هو In Between تعال نشوف مثال على هذا الكلام يوضح لنا الكلام دا أكتر فبشوف الفيديو اللي معنا دا في هذا الفيديو بيوضح لي أني أنا عندي السيستم اللي موجود قدامي زي ما احنا قلنا عندي الثالث Three Positions أول اللي هو Flow In رايحة اللون الأحمر يبقى اللي هو دخل ودفع البستون في هذا الاتجاه اللون الثاني بيقول لي Reverse أني أنا أخلي الـ Air يدخل من هنا ويخرج من الاتجاه الأخر المرحلة الثالثة يبقى إذا أنا هشوف بيقول لي إيه الـ Air دخل من هنا دي المرحلة الأول الـ Air دخل من هنا ودفع البستون والReturn يرجع للتانك في هذا الاتجاه طيب تعال المرحلة الثانية العناز عمل Reverse يبقى 1 2 3 4 1 2 3 4 والأربعة بلوك لذلك نسمي السيستم الموجود قدامنا 3 أو 3 على الأربعة لو بيقول لي 3 positions 1 2 3 و 4 ports يبقى يسميه السيستم 3 على الأربعة أدي أهو أدي هو hold hold in between يبقى كل الـ 4 ports بلوك تتعندك A و B 2 بور وعندي بومب وعندي تنكب A port و 2 port و pump و tank يبقى إذن هو يستطيع أنه يعمل المشوار يعمل أول حاجة 2 parallel لما كان الخطين يبقى طلع من هنا دخل Air على النقطة يبقى طلع من port A دخل البومب دخلت Air في هذا الاتجاه أدي المشوار الأولين اللي نتكلم عليك الاتجاه و الاتجاه تنكب وبعدين قد نعمل reverse وأدخل البومب دخل Air على port P مباشرة و الاتجاه الاتجاه هو الدخل من عند A يبقى كده خلصنا المشوار و نعمل اللي هو hold in between اللي هو يبقى 4 ports blocked اللي هو اللي نحن وقفين في هذا المط